اعتادت الجماهير على رؤية المصري محمد صلاح والسنغالي ساديوماني وهما يتحدان سوياً من أجل تحقيق أحلام وطموحات جماهير ليفر بول الإنجليزي إلا أن قرعة الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وضعت النجمين وجهاً لوجه وكل منهما يحمل على عتق تحقيق أحلام منتخب بلاده في الوصول إلى المونديال مواجهة مصر والسنغال في الدور الفاصل تمناها الجميع على اعتبار أن تاريخ المواجهات المباشرة مع أسود التيرانجا يصب في صالح الفراعنة بعكس المنتخبات الأخرى التي تواجدت في التصنيف الأول والتقى منتخب مصر مع نظير السنغالي في 13 مباراة فاز الفراعنة في 7 وتلقوا الهزيمة في 4 فيما حسنت تعادل نتيجة مواجهتين وشهدت آخر مواجهة جمعت بينهما فوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في نوفمبر 2014 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وسجل نجوم مصر 12 هدفاً في الشباك السنغالية بينما سكنت شباك المصريين ثمانية أهدف ويخود المنتخب المصري مباراة الذهاب على أرضه في 24 من مارس المقبل فيما تقام مباراة الإياب في السنغال في 29 من الشهر ذاته وبعيداً عن مواجهة السنغال ومصر أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين المنتخبات الإفريقية للظفر ببطاقة الصعود إلى المونديال حيث تلعب منتخبات الجزائر مع الكاميرون المغرب مع الكونغو الديمقراطية تونس مع مالي ونيجيريا مع غانا خمس بطاقات تمنح لأبطال القارة السمراء للمشاركة في كأس العالم 2022 يتنافس عليها عشرة منتخبات هم الأقوى داخل القارة فهل تنجح المنتخبات العربية في خطف بطاقات التأهل من أجل التواجد في المحفل العالمي الذي سيقام للمرة الأولى في المنطقة العربية أم يكون لمنتخبات غرب إفريقيا رأي آخر واحد من الأعزاء جداً دايماً بتشرف بوجوده ومعي الكابتن الكبير كابتن رمضان السيدة كابتن رمضان صباح الفل دايماً مشرف ودايماً منور ربنا يا خليك كريم صباح الفول يا كريم ومبروك البرنامج الله يبرك في حضرتك مشرف النور وخطوة عزيزة جداً ربنا يا خليك كريم ربنا يا خليك النهاردة قبل ما يخش على منتخب مصر تونس عملت مباراة كبيرة جداً قدام المنتخب النجيل حراك فاركت عليها؟ طبعاً طبعاً أعطاك التونس النهاردة عملت معجزة أنت فرقة نقصة 12 لعيب في لعيبنا في لعيبنا من الأسسين واللعيبة التقيلة ورغم ذلك هي بس فرقة أن الرجل المدرب بتاعهم أرى فرقة ناجيريا المدرب نفسه كان غايب بسبب كورونا طبعاً يعني اللي كان بيدير المدرب بالعام بتاعه صحيح أرقين فرقة ناجيريا بشكل كواس قوي يعرفوا يلعبوه مزاي وعرفوا يضايقوا مساحات إزاي وقفلوا مساحات إزاي وعرفوا يلعبوه على الأجناحة بتاعيتهم السريعة جداً جداً براس الحربة الحقيقة اللي هو برضك نفس الحكاية يعني مهاري بعنده سرعة بعنده اختراقات أفروا الحاجات دي كلها يعني يمكن فرقة ناجيريا الحقيقة يا كريم الرجل الجناح الشمال دوت اللي هو مسكنة 80 دقيقة مسكنة 80 دقيقة يعني مش ممكن بلحب لوحده آه بالزبط كده لأنه ابتدى يميل عليه واحد من الثلاثة بتعوص الملعب وفي نفس الوقت في الناحة التانية برضك نفس الحكاية خلاص أفل أفل الملعب بشكل كويس وهو عنده بقى كمان عنده لعيبة بتعرف تشتغل في التلتة الهجومة يعني هو محفص في التلتة الهجومة يعملوا اختراقات إزاي فوصل وعملوا جيم هايل جيم رائع أولا حاجة بصراحة النهار ده كنت غيران أوش والله صح أنا فرحان للمنتخب التونسي وكنت غيران أوش من روح والقتال اللي كانوا بيلعبوا بيها النهار صح يعني بقول إن شاء الله بنتخبنا الوطن يزهر بالروح دي في مباراة كده يعني أنا فرقي إن إحنا عندنا نجوم ونجوم كبار جدا ونجوم أسماء محترمة جدا ونقدر نعمل جوم حاجات كويسة جدا عندنا مشكلة فنية يعني يمكن الفترة اللي فاتت ظهرت بشكل كبير جدا جدا حيات التوظيف اللعيبة وحيات التشكيل وحيات طريقة اللعب وحاجات كتيرة فنية ممكن نبقى نتكلم فيها زائد أهم حاجة يمكن لو تفتكر يا كريم في 2008 المنتخب بتاعنا وإحنا بنتفرج على مباراة كودفور التلات مباراة اللي قابلينا قلنا إحنا هنلاعب الفرقة دي زي ده فرقة يعني درقبة والجيل بتاعه دوت مشوك التيم كان كبير جدا 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 درقبة بقى وإيه طوري وكولو طوري وإسماء كتيرة بقى وزكورة يعني إحنا وإحنا بنتفرج بقولك إحنا قلنا إيه إحنا هنلاعب الفرقة دي إزاي صح إحنا كسبناها أربعة مزبوط والحتة اللي هي قد فايصل ما بيننا وبين كل فرق أفريقيا في الستة وثمانية وعشرة الروح والقلب تعرف اللي عبارة كبتوعد مع بعض يقولوا إحنا عاوزين نفرح جمهورنا مش عاوزين ننخرج بعد المباراة جمهورنا زعلان صح الناس كبت موتنا في الملعب لأ أقول لحناك حاجة لأنه راجع الناس بس 2006 و2008 و2010 على الورق إحنا منكسبش أيب طوله فيهم على الورق يعني على فرق الإمكانيات بمنتخبات أخرى طبعا ولكمية المحترفين في المنتخبات التانية ما نكسبش ما نكسبش بس الحلاج بتقول ده آه إنه إرادة وروح وتصميم إنه هم يفرحوا الناس آه طبعا طبعا فعقية دي نقطة مهمة جدا مش نقطة مثلا كده لأ دي نقطة عم نقطة في منتخب منتخب مصرح يعني زي ما قلت لك زائد بقى الحاجات السلبيات اللي تواجدت الحقيقة في التشكيل أولا في ممكن معسكرات اللي احنا اختيار مثلا العيبة في الأول وبعد كده في التشكيل وبعد كده إدارة التسعين دقيقة يعني إدارة التسعين دقيقة نفسها مش معمولة بشكل كويس اللي ما عجبكش عشان اسألك بعد كده نعمل ايه قدامك وديفوربس اللي ما عجبكش في اللي فات عشان نقدر نسعها اللي ما عجبنيش في اللي فات ان احنا يعني بدايتنا مثلا هكلمك مثلا في البداية مباراة نجيريا مباراة نجيريا احنا في البداية كده قبل ما نبدأ المباراة احنا خسرين اربعة لعيبة بنلعب نقصين اربعة لعيبة مين بقى محمد صلاح لما شالوا من الجناح اليمين وحطوا راس حربة خسرناه صح ومصطفى محمد لما شالوا من راس حربة حطوا في الجناح خسرناه هادي اتنين لعيبة تريزي جي يعني صعب جدا جدا انك تجيب لعيب عنده صليبي ومن ثمان شهور راحة واخر حاجة لعيبها 12 دقيقة وتيجي تحطه اساسي وفي مكان مش بتاعه في التلاتة ومباراة صعبة قدام ومباراة صعبة جدا مع الفرقة اقوى فرقة في المجموعة هادي واحد الحاجة التانية انني انني برضك نفس الحكاية ما يعملش تمانية يعني ما يعملش تمانية خالص لان هو لا هيروح يعمل مساندات هجومية ولا في نفس الوقت كان عندنا احنا مشكلة ان اقرم طبعا لعيب 12 دقيقة وتصاب لما نزل كمان عمر كمان الحقيقة ما حدش عمل مسادة معنا انا في الكسة التانية دي عشان مهمة جدا وعارف ان حراك تقريبا من الناس الليلة ممكن تتنور فيها النور بحيب اشرح للناس يعني حراك تبقى فاهم مراكز اللاعبين فينا بعض الناس يبقى شفاهمين يعني انني تمانية فاقول للناس انني احسن له ايه احنا انني لازم يلعب ستة هيعملك انت عارف ايه بيعرف تحرك بشكل كويس او ستة اللي هو الاقرب لخط الدفاع بالظبط اللي هو قدام السردبكين بالظبط كده تمانية اللي هما زي ما بنلعب مثلا لو بنتكلم مثلا على السلية مثلا وعبدالله السعيد السلية مثلا وزيزو ده تمانية تمانية اللي يعرف يعملك المساندات الهجومية ويعرف يختارك ويعرف يعمل جبهة مع الباك ومع صلاح في ناحة اليمين ومع ايمن مثلا ايمن اشر في ناحة الشمال يعني بردك في حاجة يعني الحقيقة لازم عمر يقعد يقعد اه طبعا لا امش كمال عمر مرموش لازم يقعد لان التلت مباريات يا كريم ما دانش حاجة ما داش حاجة الحقيقة يعني في رمضان صبح معك برة مش عاما خلاص يبقى لازم اشترى ممكن زيزو تحطه هنا كمان اه هو زيزو لازم يلاح هو مش هيغير التلت قطلية اربعة تلت تلت مش هيغيرها كريم فهو زيزو لازم يبقى موجود في التلت ناحة اليمين هيبقى معندك مثلا انا في رأيي كمان ان في حمد فتحي تظلم في المباراة الاولينية تظلم في المباراة الاولينية لان هو زي ما قلتلك عنده ترزيجي ما يردش وفي نفس الوقت النيني برضو نفس الحكاية المسندات اللي على الجناب دي مش موجودة فهو كمان كان بينزله كمان في وسط الحقيقة الوينش وحجازي فبالتالي انت مكنش عندك وسط ملعب عندك مشكلة كبيرة جدا وسط ملعب متاخد ومتاخد ايه كمان بقى يعني انت عندك فيه لعيبة الحقيقة في فرقة ناجيريا لا لعيبة كان كبار جدا طيب خلصت مباراة ناجيريا بكل الاخطاء اللي فيها لسه الناس مش راضي عن اداة المنتخب رغم ان كيروش تراجع عن افكاره الغريبة في مباراة غينية بيساوا مباراة السودان ورغم كده الاداء متحسنش اوي هو تحسن نسبيا بس متحسنش بشكل واضح لا هو ايا برضك نفس الحكاية التشكيل وحنا عندنا مشكلة كمان في الشغل في التلت الهجومي انت ما عندكش حلول في التلت الهجومي غير النواحل مثلا الفردية المهارة العالية مثلا الصلاح او المهارة العالية مثلا مصطفى محمد وهو موجود حتى في التمنتاشر ما عندكش حلول فدي مشكلة مشكلة كبيرة جدا الحقيقة انت لو تشوف النهاردة منتخب تونس يعني لا ده يعني عامل تفوق على ناجيريا وهو زي ما قلتلك الحقيقة خسران مثلا اتناشا اللعيب تفوق كبير جدا هولي حالك حاجة تشرحانا فنيا بردو خروج المنتخب التونسي النهاردة بالكورة قدام ضغط مش طبيعي عن المنتخب الناجيري منتخب الناجيري زي مباراة مصر بيضغط بطول الملعب طول الوقت المنتخب تونس كان بيعرف فيه خروج من الكورة وده جاليبا اللي هنواجهه في مواجهة كوديفور احنا عندنا مشكلة في الكورة عندنا مشكلة كبيرة بقى مشكلة كبيرة يعني هنشرح على المباراة الاولانية ترزيجيه زي ما قلتلك مش جاهز ومش هيقدر ينزل يستلم الكورة صحيح عشان يطلع بيها انني ما عندوش دي انني عندو ان هو يستلم من مركز الستة وبعدين يبتدي لعب الناس هو ما عندوش ان هو يبقى تمانية وينزل يستلم مش هيعرف لان مفروض دي مشكلة كبيرة جدا احنا يمكن عندنا كمان احنا خسرنا بشكل كبير جدا 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 لعيب كان مفروض هو اللي بيعمل الحتة دي هو اللي كنت تسند عليه المدافعين بيسنده عليه اذا كان حجازي او اذا كان الوينش او اذا كان اكرم او اذا كان احمد فتوح بيسنده عليه عشان هو يطلع بكورة اللي هو افشا افشا في اخر موسمين يا كريم هو من افضل اللعيبة اللي موجودة مثلا في مصر كصنع لعب وفي نفس الوقت كمان حتى هو كمان عشان ما نقولش بس الدور المحلي بس حتى في مبارات منتخب مع حسام البادري وفي نفس الوقت مع الناد الاهلي في كل المبارات الافريقية اللي لعبها كان مفتاح لعب وبيعرف يطلع بالكورة بيعرف يقف على الكورة عشان يطلع الناس ويشغل الناس يعني هو كمان بيعمل لك حتة الاستحواز لكن احنا بقىنا ثلاث مباريات احنا مش عارفين نحضر احنا في المبارات الاولانية مبارات ناجيريا كريم رغم ان احنا اخطأنا مثلا ودينا محمد صلاح كمهاجم ورغم ذلك محمد صلاح طبعا قد كده وكل لعبنا كان من حجازي ومن الوينشي ومن الشناوي عالي طب الصلاح هيتعامل مع الكورات العالية دي ازاي فانت خسرت حاجة مهمة جدا كان في اسلوب لعبنا طب نتعامل ازاي مع المبارات اللي جاية في دوق ده احنا لحد دلوقتي فعلا في التلات مباريات عندنا مشكلة حتى المباريات اللي زي غينيا بيساوي سودان المباريات السهلة خروجنا بالكورة في مشكلة مش موجود ما بنعرفش نخرج بالكورة صحيح عشان كده على طول يعني تمرير او اتنين وتلاقي كورة محطوطة طويلة صح طويلة على محمد صلاح الطويلة على مصطفى محمد ودي مشكلة كبيرة جدا يعني لازم يبقى فيه زي ما قلتلك لان طبعا احنا بالنسبة للتلاتة بتغص ملعب دلمؤمن جدا احنا لو حطينا يلنيني ستة لان يلنيني برضو يمكن عنده في ميزة من افضل اللعيبة اللي بيعمله مساندات في المساحات الصغيرة يعني يعمل لك الباص وياخد تاني ويحط هنا بس في مركز ستة ويبقى قديه مزيز ناحية اليمين والسلية ناحية الشمال انت التلاتة دولار هيتطلعوك هتقدر تطلع عليهم تقدر تطلع على النيني تقدر تطلع على زيزو تقدر تطلع على السلية اللي هو بيعتبره طيب انا بحب بس يعني تقريبا المحرك بتبقى معايا اكتر حد بسأل سلاف ان هي عمريكة لما بنلعب 4-3-3 مهم جدا يبقى للباكات دور الباك رايت والباك ليفت عشان انت الاثنين اللي في النص بيأمنوا كده بالزبط هل طريقة اللعبة دي فيها مشكلة عشان هنا معندلاش برضو باكات يعني لا عمر كمان عبدالواحد هو باك اساسي وواضح ولا اي من اشرف كمان بيلعب باك ليفت كتير بعد اصابة فتوح هل الطريقة كلها فيها مشكلة بسبب الاثنين باكات فيها مشكلة انت وانت بتلعب 4-3-3 المفروض ان الستة والتمانيتين اللي قدام قدام ستة دولة المفروض ان هما بيعملوا مساندات بشكل كبير جدا والمفروض ايه كمان الباكين لازم يطيروا صح يعني لازم يعملوا الواجب الهجومي بشكل مية في المية مزبوط لان انا مش قلقان انا هطلع متأمن بالزبط انا هتأتي في النص عشان هأمن الباكات بتأتي في النص يعني مثلا زيزو يأمن عمر عمر كمان وفي نفس الوقت هيعمل مساندة هجومية معاه او العكس او نزيزو هيعمل مساندة عالجناح وعمر يثبت يبقى انت كده هتطلع في تطلع بالكورة صحيح نفس الحكاية بالنسبة لأيمان اشرف او احمد فتوح في مشكلة برضو ان زي ما قلتلك ان انا بلعب اربعة ثلاث ثلاث عشان تعمل نواحي هجومية كويس يبقى لازم الباكين بتوعك يبقى طيرين باستمرار لكن احنا في الثلاث مباريات لأ الباكين ما تحسش ان فيه دور في الادوار الهجومية مثلا بشكل كبير صحيح طب حسألك سؤال بس افكر استاذ المشاهدين بحاجة انا اعتقد حالك انت نفسك نسية كابتن رمضان السعيد كان معايا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت يعني تقريبا من 365 يوم ممكن من اكتر كمان على ما اتذكر وكان هو اول واحد قال لي انه الاهلي ممكن يلعب 3 اربعة تلاتة يلعب 3 مدافعين وساعتها حتى حطي لي تشكيلة مثالية وتريد ما الاهلي بيلعب بيها دلوقتي اللي بيعاملوا مسيماني السنادي الموسم الجديد طبعا وقتلك ليه كمان يعني عشان يعوض غياب البكات كمان لو يعني علي معلول عنده قدرات هجومية فممكن يبقى قدام احسن بالزبط لان النادي الاهلي كان الموسم اللي فات وانت متقدم خمس نقاط انت خسرت الدوري صحية خسرت الدوري لاني كان فيه مساحات اللي هي بيغطيها دلوقتي من اول الموسم حمدي فاتحي وبيلعب 3 اربعة ثلاثة صحية غطت المساحات دي يعني يمكن كان كل الكرات اللي هي المرتدة على النادي الاهلي او الكرات الطويلة في المساحات اللي ما بين الباك والسيرد باك كانت فيها مشكلة كبيرة جدا صحية وفرق كتيرة لعبت على النادي الاهلي كده بتقفل مساحات وتلعب زون في وص الملعب وبتدايق مساحات بشكل قوي جدا جدا وتلعب على المساحات الفضية في تيمي النادي الاهلي اضغطت بدي يعني اضغطت فعلا بحمد فاتح لما نازل لعب في الثلاثة قفل المساحة اللي عطول عشان كده بقى انا فكرتك بدي ليه ليه المنتخم ملعبش ثلاثة طبعا بما انك انت كمان ما عندكش باكات اسية ولا باك رايت ولا باك ليفت وان شاء الله فاتح يلي الحق الماتش جاي بس في الظروف اللي زي دي ما تلعب بتلاتة وحتى لو فاتح موجود ما يلعب وينج يعني ما بالزبط بالعكس وانت بتلعب بتلاتة اربعة تلاتة بتدي فرصة كبيرة جدا للبكين ان هم يعملوا الوجب وبتدي فرصة كمان للتلاتة اللي قدامه من التمانية دا يشتغل في النواحة الهجومية بساك كبير جدا فتدوح قدراته الهجومية اكتر من الدفاعية وعمر كمان قدراته الهجومية اكتر من الدفاعية يعني عكس وساعدتها لو حبيت تستغنى عن عمر ممكن تلعب زيزو يعني في المكان دا بالضبط ومش هتبقى الآن يعني حتى طبعا هيبقى زيزو ناقص في النواحة الدفاعية لكن انت برضك هو نفس الحكاية خلي بالك عمر كمان نفس الحكاية عمر كمان يمكن بطولة البطولة العربية الحقيقة اعتقد ان المشكلة اللي كانت عنده عمر كمان في النواحة الدفاعية صحيح هو ممكن يعمل لك الحتة لجومية في الثلثة لجومية بشكل كويس لكن اي حاجة فيها ضغط عليه او في زيادة عديدية عليه او في مواقف واحد الدواحد على عمر في مشكلة في التعامل طيب لو لعيمنة 3-4-3 على سبيل المثال على سبيل الخيال تبقى التشكيلة عاملة ازاي تبقى التشكيلة هقولك تلعب تلعب شناوي طبعا وتلعب بحجازي وتلعب بالوينش وتلعب بحمد فتح حمدي فتح حمدي فتح يعني لحمدي لآيمن بس حمدي يمكن عشان اشتغل بيها الفترة اللي فاتت وسد صغرات كانت مقلقة لتيم النادي الاهلي اعتقد يبقى التلعب دولة اللي هما حمدي فتح والوينش وإعجازي الوينش غالبها مشكلة حق المطش الجاي فممكن محمد عمينعم مسلا وآيمن عشر محمد عمينعم انا في رأيي ان يعني لو في مكاسف في التلات مطشاط اشتراك محمد عمينعم لان انا في رأيي من المساكين اللي هيبقوا الحقيقة في المستقبل حاجة جمدة جدا 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 كرة وتحضير من تحت والكرات العالية هو طويل وبيشتغل فيها بشكل كويس قوي فيبقى محمد عمينعم في التلاتة دول حجازي ومحمد عمينعم وحمدي فتح هتلعب بعمر او زيزو وانت مطمئن صح وانت مطمئن وتلعب لا انا بتكلم على الاتنين الصليا اه الصليا وزيزو اه او النني الصليا وزيزو او النني او كمان انا كمان فيه لعيب يعني في وسط ما احنا شفنا الحقيقة الكوة والسرعة والرهيبة اللي كانت في مورات الجزار مورات كودفور والجزار الحقيقة لعيبة كودفور ايه القوة والسرعة طبعا السرعة ايه وكوة ايه كل الاتحامات اللي مفروضة تيمي الجزار على فكرة من الاتيام القوية جدا في حيطة التحامات في حيطة كميات الجار في الضغط في الحاجات دي كلها تاخدف فانا كمان عشان احط برضك اتنين جامدين هتبقى يبقى السلية مع الحقيقة امام عشور امام عشور امام عشور لان امام قوي وفي نفس الوقت بيعرف يعمل المساندات اللجومية وبيعرف يعمل المساندات الدفاعية والاتحامات قوية وطبعا نحة الشمال هيبقى فتوح طيب نقول تاني التلاتة اللي وراء حيازي وعبد المنعم وحمدي فتح وحمدي فتح الاربع اللي قدام عمر كمان عبد الواحد وعمر السلية وامام عشور وفتوح تمام محمد صلاح ورمضان صبح ومصفى محمد دول هتعمل هتأمن كل حاجة يعني هتأمن المشاكل الدفاعية اللي عندك هتأمن المساحات اللي هي موجودة في التلات مباريات اللي احنا عمدها او معنى صح موجودة في كل مبارياتنا اللي احنا عبناها مع كروش طبعا هو كروش تاريخيا يعني ما بيغيرش ربعة ثلاثة ثلاثة هو طبعا 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 لو مشي بالطريقة دي هتبقى حاجة مفاجأة عظيمة طبعا طبعا هو ممكن فأي لحظة حتى في النواحة الدفاعية هارف يلعب خمسة بقى وراء مش ثلاثة يعني هيرجع الباكات بالزبط يعني كمان هيقدر يعمل كسافة عددية في الدفاع وكسافة هجومية كمان لو حبي يهاجب وهتأمن كمان يعني هتأمن مساحات مش تبقى وانت بتهاجم او وانت بتعدي نص الملعب تبقى الأمن مساحات تضير فيها صحيح خلاص زي ما قلتلك ان النادي الاهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في خلال الموسم اللي فات ويمكن كان سبب رئيسي ان النادي الاهلي يخسر دوري ويخسر بطولة السوبر المصري هو غطاها بالحتة دي صحيح يعني يمكن حمد فاته عملها بشكل بشكل هاي الحقيقة أنا أعتقد هتبقى طريقة كويسة جدا طيب عايزة بقى بس شوية عن المنتخب ولازم أسألك على حاجة في الاهلي وانا بحب بقى رائع حرارك الصريحة الواضحة ايه رائيك في العلاقة اللي أصبحت بين موسيماني وإدارة الاهلي فيما يخص تجديد التعاقد رائيك ايه رائي ان الموسيماني مش مستوعب انه هو مدير فني في النادي الاهلي النادي الاهلي مختلف عن كل الانديه النادي الاهلي مفيش حاجة اسمه ان مدير فني بتاعه يطلع في المنتمر الصحفي ويقول لك أنا يعني لسه في أنا متكفق مع إدارة النادي الاهلي لكن في مشكلة ما بين أمير توفيه وما بين الوكيلة اللي هي زوجته يعني ده ما حصلتش خالص يعني لا بتحصل المفروض دي الكلام ده بيحصل في الاجتماعات وبعدين انت مش هتضغط يا موسيماني على النادي الاهلي عشان يعمل لك حاجة هو مش عاوز ينفزها صحية يعني انت النهاردة لما تتبقى طالب مثلا الوكيلة بتاعتك طالبة ثلاث مواسم وفي نفس الوقت مثلا لو مشي في السنة الأولينية أو في بدايتها أو في أخيرها وتقول لي ان انا أخذ المسلمين التانين السنتين التانين طبعا ده ده يعني زي بالزبط اللي احنا بنعانيه من انت فاكر للأسف الشديد يعني انا أقول لك حاجة يمكن العجرفة والتعالي والغرور بتاع مستر كروش ان هو عامل عقد يتعمله عقد يعني يقول لك ماشيني ده ممكن ازدهائك يعني يقول لك ماشيني النهاردة انت بتتكلم في 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 سنة ونص يعني لو مشي اسبوء اللي جاي ياخد سنة ونص عقد ودي مش موجودة بقى في اي حتة مش موجودة يعني ده اكتر اندية ده انت لو جايب جارديولا مش هتعمله العقد دوت يعني اند اكتر اندية بتعمل مثلا ما يكون انت مثلا مدير فني خلاص بيه جامد جدا وانت خلاص عايزه معاك وكده بتعمله مثلا خمس شهور ست شهور اربع شهور تلات شهور لكنك تعمل موسمين سنتين او تعمل مع كوريش سنة ونص ده اي عقد دوت ده عقد يعني زي ما بقولك الراجل بيشتغل بمزاجه وبيشتغل بيعمل اللي هو عايزه متوقع متوقع هنروح لفين في كاسوام الأفريق يعني بص انا هقولك حاجة يعني حاجتين يتوجدوا الروح بتاعت منطقة بمصر بتاعت 2006 2008 2010 الروح دي لو رجعت زائد المدير الفني التشكيل و مش هقول طريقة اللعب لانه مش هغير طريقة اللعب وإدارة 90 دقيقة يعني التغيرات حتى انت فيه في إدارة 90 دقيقة كريم يعني حاجة الفترة اللي فاتت حصلت حاجة غريبة جدا انت لما بتيجي بتعمل تغيرت زيزو ومصره محمد بقراس حربة بتمطلعه طب انت النهاردة انت زيزو من أفضل اللعيبة اللي موجودة من الموسم اللي فات بيعمل كروس بيعمل كروس بشكل هايل طب انت اول ما بتنزي زيزو عشان يعمل لك كروسات بتمطلعه بتحط محمد صلاح بتحط يعني برضك إدارة 90 دقيقة دي حاجة مهمة جدا جدا يعني مش لو تصلحت الأمور أو تصححة الأمور شايفة نروح لحد فين أنا بص اقولك حاجة أنا يمكن متفائل بحاجة بس متفائل ان انا برجع بالذكرة بتاعتي كده لألفين وتمانية صحيح زي ما قلتلك دلوقتي في بداية وانا بدأت الحلقة معك ان في ألفين وتمانية منتخب كودفوار كان قد المنتخب اللي موجود حاليا دلوقتي بتاع كودفوار عشر مرات لدرجة ان احنا لما عرفنا ان احنا هلعب كودفوار كنا مرعبين قلنا ده احنا وصلنا كبان ان احنا نقول ايه نسأل سؤال احنا هلعب الفرقة دي ازاي هنقفل عليها ازاي هنتغلب قد ايه احنا كسبنا اربعة ترجع علينا حيط تروح منتخب مصر والراجل يعمل تشكيلة صح والحقيقة ويدير التسعين دقيقة بشكل كويس كابتن رمضان دايما مشرف ودايما منور ربنا يا خليجة كريم بشكل شخصي وبشكل مهني انا بشكرك شكرا جزيلا ربنا يا خليجة كريم الله يخليجي كان ضيف كريم كالعادة كابتن الكبير كابتن رمضان السيد بعد الفاصل هنستقبل اياد عبدالخالق مدربة كرة قدم نسائية وايضا واحدة من المشارك اللي بيشرفونا في اوروبا انجي غنام حريسة مارمان نادي انكونة الاطالي بعد هذا الفاصل خليكم معا